إلى موضوع آخر ورغم توفر الجزائر على الإمكانيات التي تسمح لها بتجسيد مشاريع استثمارية جديدة على أرض الواقع إلا أن الاستثمار في الطاقات المتجددة غائب عن الصحة الاقتصادية الوطنية رغم ما تحتويه من إضافات كبيرة تساهم في تطوير وترقية الاقتصاد الوطني حسب بعض الخبراء إمان عياش تقول إن عاش الاقتصاد الوطني يحتاج لبحث وخلق قاعدة صناعية واسعة لمختلف تجهيزات الطاقات المتجددة وتوطينها باعتبارها البديل المنتظر خصوصا وأن الجزائر تتوفر على جميع الإمكانيات التي تسمح لها بتجسيد مثل هذه المشاريع في حال تصنيع الطاقات المتجددة سوف نبعث نسيج صناعي متنوع ونسيج صناعي تندمج فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى لإنتاج مختلف المعدات ثاني شيء سوف نستطيع أن نبعث حقيقة سوق ضخمة لليد العاملة الاستثمار في الطاقات المتجددة سوف يحمي الجزائر من فخ تحويل العملة الصعبة للسوق الخارجية حسب خبراء فبدون صناعة تصبح الطاقات المتجددة عامل يستنزف الاقتصاد وليس بعامل إضافي تعدى وجود تحكم في هذه المشآت الجديدة التي تعتبر مشآت ذكية ومشآت حديثة فإننا سوف نسقط في فخ تحويل العملة الوطنية والعملة الصعبة إلى السوق الخارجية وسوف تصبح الطاقات المتجددة ليس عامل إضافي الاقتصاد الوطني وليس عامل إضافي لتجديد هيكلة اقتصاد الوطني اقتصاد قائم على المعرفة وعلى مفاهيم الاقتصاد الأخضر إنما سوف تصبح عامل لبعث اقتصاد يستنزف الثروة الوطنية لصالح الشركات الأجنبية الاهتمام بالطاقات المتجددة يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للخروج من أزمة النفط ورصد خارطة طريق للاستحداث عدة استثمارات